يقولون أن الله غير عادل هذه النقطة الثانية والنقطة الثالثة وعشان اختصارنا للوقت ل Armedذا systems لا استخدام كثيرا الله غير عادل أو الله عاجز عن الوفران هذه النقطة الثانية والثالثة فالله غير عادل يسمح بصلب البار وإعفاء الفاجر ليه الله يجعل البار يصلب ويعفي الفاجر اللي هو الإنسان هنا في حاجة الناس مش فاهمها عن الله أول حاجة إن كل الصفة في الله هي صفة جوهرية مش صفة بتشتغل بعض الوقت وبعض الوقت الصفة معطلة الله عادل طول الوقت عدله أزلي الله رحيم طول الوقت رحمته أزلي طيب هنا العدل يقتضي إن الإنسان يموت لأن الله جال لآدم إنه يوم تأكل من الشجرة موتا تموت فده العدل إن بعد ما يأكل آدم من الشجرة يتم الموت طيب الرحمة فين؟ لو الله حقق العدل يبقى كده صفة الرحمة ما اشتغلتش الصفة زي ما قلنا لو في صفة تعطلت في الله يبقى في خلل في الله فالله عادل طول الوقت ورحيم طول الوقت فإيه فين رحمة الله يبقى؟ لازم يتم الرحمة والعادل التوازن في الصفات الإلهية بالضبط يعني أصابت الكابض الحقيقة زي ما يقوله في فكرة دقة اللفظ يعني مش ممكن تأخذ حقيقة وتلغيه يعني صفات الله هو عادل فكيف يظهر العادل؟ طيب الله رحيم كيف يظهر الرحمة؟ بالضبط فرحمة الله تنقذ الإنسان وعادل الله أن يموت الإنسان طيب يتعاملوا إزاي؟ يبقى لازم واحد يموت نيابة عن الإنسان أنا سمعت قصة والقصة متدولة أن في ملك عادل بنته أخطأت وكانت لازم أنها تجلد طيب هو عايز يرحم بنته وهو بيحب بنته يعيي يرحم بنته فخلع سياب الملك وخد مكان بنته هنا تمم العادل في نفسه وفي نفس الوقت عفى عن بنته تمم الرحمة لبنته هنا نفس اللي عمل الله مع البشر الله تمم العادل في المسيح وكمان تمم الرحمة في المسيح برضه أيها ففي المسيح وحده طلاق العدل والرحمة في الصليب مفيش حد تاني غيره يقدر يعمل كده لأن هنا هو طوعا واختيارا شال الزم محدش أجباره فعشان يرحمنا يدينا شيء لا نستحقه وفي نفس الوقت وفى كل مطالب العدل الإلهي فهنا فده ما حصلش غير بالصليب يعني لو حضرتك لا وفي هويته شخصية المسيح لأن المسيح تجسد كابن الإنسان الكامل بدون خطية لأنه استحالة أي شخص يفديك أو يفديني لازم يكون كامل بلا خطية ولازم يكون إنسان ولازم يكون إنسان عشان يمثل الجنس البشري عشان كده الرسول بولوس بيقول عن آدم الأول وآدم الثاني أو آدم الأول والمسيح نعم عشان كده كلمة بسرعة سطر بسرعة للناس اللي بينكروا تاريخية آدم لو أنكرت تاريخية آدم هتنكر تاريخية المسيح لأن الأتنين مع بعض يعني أنت بتقول على أساس في ناس بتآمن إنه فيه خليقة قبل آدم وفيه ناس بتقول إن آدم ده مش شخصية تاريخية شخصية وهمية فاللي بينكر ده هينكر ده فاللي ينكر ده اللي ينكر تاريخية آدم مش مسيحي لأنه أنكر تاريخية المسيح في نفس الوقت فهنا بنشوف إن المسيح ممثل عن الجنس البشري وكلمة ممثل يعني نائب عن الجنس البشري مش بيمثل لأنه ونرجع تاني للآية في العبرانية بيقول فئيس قد تشارك الأولاد في اللحب والدم اشترك وأيضا كذلك فيهمة لكي يبيد بالموت ذاكى الذي له سلطان الموت